اشتركوا في القناة رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويشارك في دعم الجائزة هذه السنة كل من مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة وسياحة ومؤسسة إيرنست أنديانغ البحرين والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار اليونيدو وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة متكاملة تشجع الأفراد على تحويل أفكارهم التنموية إلى عمل بناء إضافة إلى تنمية الأفكار الريادية وجعلها أساسا متينا لتطوير الاقتصاد الوطني عندنا توجه في الوزارة أن ندعم المؤسسات الصغيرة من بداية متناهية الصغر إلى المتوسطة والأسميز التي هي الصغيرة والمتوسطة والطموح هو إن شاء الله أن نأخذ رواد الأعمال البحرين ونبتدي معهم من أول الخطوات إلى أن يكبرون عملهم الحقيقة النسخة الثانية فيها عدة أمور من الدروس المستفادة والتي سمعناها من العام الماضي النقطة المهمة هي زيادة الشفافية والحوكمة في الإجراءات فبتم عملية إعلان النتائج والمرحلية وتوضيح آلية التقييم أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقدره 12.16 عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 1.117.13 سهما بقيمة إجمالية قدرها 270.716 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 39.30 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته نحو 42% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر